مرضى الكلة عجولي الله يصبحك بألف خير أثار صباح الوردراند وخلينا أقول لك اليوم أنا كتير مبسوطة أني موجودة معك للمرة الثانية بالبرنامج شكرا وإحنا كمان أثار أكيد يعني وعادة كتير بنحب كمان نسلط الضوء ونعطي فرصة أكيد كمان أكيد للخرجين للأشخاص اللي مهتمين ويعني لسه عندهم هذا النفس الطويل فأثار أنت كمان يعني عندك معلومات رائعة أكيد شكرا إليك الثاني يوم رح نحكي عن موضوع اللي أنت كمان عديتي بحث خلاله عن أمراض الكلة ويمكن يعني بداية خلينا نبدأ نحكي بشكل عام نحكي للمشاهدين إيش بنعني بفشل الكلوي هلأ الفشل الكلوي هو بصير لما بصير فقدان جزئي أو كلي لوظيفة الكلة هلأ وظيفة الكلة بشكل عام هي تنقية الدم من الفضلات سواء كان فضلات ناتج عن عمليات أيض البروتين أو البول فهذا الأساس بكل الفشل الكلوي قسمان جزئي أو مؤقت ممكن يكون نتيجة عدوى، فيروس، التهاب نزيف ممكن الكلة ترجع لوضحها الطبيعي بعده أو ممكن يكون بشكل كلي ومزمن وهذا بشكل كلي ومزمن بيخلي المريض تحت احتمالين يا أما غسيل الكلة أو زراعة الكلة صحيح، وإنها كمان ممكن نحكي عن مراحل مختلفة اللي يمرؤ فيها مريضة الكلة والتغذية اللي بترافقهم يعني أثار، مثلاً بس نحكي عن مرض السكري بنقول أنه التغذية شيء أساسي لمرضة السكري والعلاجهم التغذية إيش دورها وعلاقتها مع مرض الكلة؟ أكيد إليها دور كتير كبير هلأ في حال إذا كان الفشل الكلوي جزئي إحما إذا درنا بالنا بالأكل راح يمنع المضاعفات الثانية يعني راح يحافظ على الجزء البسيط اللي بيشتغل من الكلة أما إذا كان كلي أو مزمن فأكيد راح نخفف من المضاعفات وما يتعب الجزء إحنا نعرف أنه في مرحلة اللي هي مفصلية بالنسبة لمرضة الكلة هو غسيل الكلة عملياً أو الغسيل الدموي ويا ربي أكيد بنصبح كل أشخاص المصابين بمرض الكلوي المزمن ونتمنى لهم يا ربي الصحة والعافية ويمكن تخصيص هذا الحديث سواء للمرضى نفسهم أو حتى لعائلاتهم ونتمنى لهم دائماً الصحة والعافية ومتمنين كمان نعطيهم نصائح خلال هاي الفقرة فإذا عملياً نحكي عن ما قبل عملية غسيل الكلة أكيد بدوا يختلف الغذاء عن خلال العملية فخلينا نحكي عن هذه المرحلة بالتحديد بالبداية تغذية مرضى الكلة بشكل عام في أي مرحلة كانت تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية طبعاً من ناحية الأكل مجموعة البروتين المعادن أهمها السوديوم والبوتاسيوم والسواءل هلأ البروتين في مرحلات ما قبل الغسيل يعني الكلية بتكون عم تشتغل بشكل جزء نقول مثلاً 25% في هاي المرحلة لازم يديروا بالهم من كمية البروتين يعني البروتينات في هاي المرحلة بتكون نفس الإنسان الطبيعي أو أقل شوي ليش؟ لأنه الكلة مثل ما حكيت لك دورها تصريف الفضلات الناتجة عن أيض البروتين فإحنا إذا زدنا الحمل عليها رح يتعبها بزيادة وإحنا في هاي المرحلة معنيين نحافظ على الجزء الشغال من الكلية هلأ في حال رجعة الكلية لوضعها الطبيعي أو وصل المريض لمرحلة الغسيل كمية البروتين بتختلف هدول الحالتين بتزيد نوعاً ما يعني هذا بما يتعلق بالبروتين اللي هو كثير مهم طيب لو حكينا هل في هون دور للسوديوم والبوتاسيوم بهاي المرحلة بالتحديد أو حتى شرب السوائل هو كمان كثير مهم أكيد يمكن تكون حتى أهم من أثناء الغسيل مثلاً خلينا نقول للبوتاسيوم البوتاسيوم طبعاً المصادر العالية في كل مرضى الكلا حفظينها عن غيب فينا نحكي البروتين اللموز البندورة السبانخ الملوخية وغيرها يعني الأشياء هما بيكونوا عارفينها هذه لازم يخفف منها لأنه مثل ما حكيت لك الكلية برضو عم بتصرف الزايد من هاي المعادن بالجسم فإحنا ما بدنا نزيد الحمل على الكلية ونفقد الجزء القاعدة بيشتغل أثناء هون بس نحكي نخفف يعني هل بدنا ممكن مريض الكلية يضل يمارس حياته بشكل طبيعي يعني يتناول هاي المواد الغذائية ولكن بنسبة أقل أو بننصح أنه لأ الامتناع عنها عشان كمان نساعد الكلية ترجع تستعيد الطاقة وعمل لا نقدرين عمم لأنه كل حالة بتختلف عن الثانية يعني في مثلا ناس ما فيه داعية مثلا أنه يخففوا لأنه البوتاسيوم المستوى تبعه بالدم عادي فهون لازم يكون فيه مشاركة بين الدكتور والفحوصات وبين أخصائي التغذية عشان يشوف شو بنسب المريض منتظه إذن يعني وكمان وهم يمكن حكينا عن البوتاسيوم لو نحكي عن الصوديوم أخيرا أنه هذا كمان مهم جدا بالنسبة لمرضى الكلام الصوديوم في الحقيقة هو بيرتبط بالمي يعني هلأ المرضى في قبل مرحلة ما قبل الغسيل بيختلف من المريض للتاني فيه ممكن يصير عندهم انقطاع للتبول فيه ممكن حركة بتبوله بس بشكل بطيء وفيه ممكن يكون عادي هلأ في حال كان في حركة البول بطيء أو انقطاع للتبول لازم يخفف منه الصوديوم يعني الصوديوم موجود طبعا بالملاح والأشياء المالحة والمعلبات موجود في الصوديوم فلازم يخفف منه لأنه إذا زاد الصوديوم تلقائيا رح يزيد حجم المي بالجسم ويتنفخ جسمه إذا هايكي النصائح بالتحديد لما قبل عملية غسيل الكلاء وحكينا عن أبرز الأمور لازم يهتموا فيها للإضافة للسوائل طبعا وانت حكينا مهم جدا كثير للسوائل هلأ قداش لازم ياخد سوائل باعتمد على قداش هو عم يخسر عن طريق البول قد ما بيخسر لازم ياخد سوائل بزيادة شوية صغيرة طبعا بدون ما يكون في زيادة بالسوائل عشان نفس السبب منزيد الحمل على شغل الكلاء طب لو انتقالنا وحكينا عن فترة غسيل الكلاء ومنعرف فيه أعمار مختلفة أطفال كبار وهون يعني بدي أسألك هلأ إحنا رح نحكي هلأ بشكل عام عن كل المرضى اللي بيعانوا من غسيل الكلاء بهاي المرحلة بالتحديد كيف لازم يكون نظامهم الغذائي؟ أول شيء المرضى اللي بيكونوا في مرحلة غسيل الكلاء هم عرضة لسوء التغذية بصير عندهم استنفاذ كبير للطاقة والبروتين فهون عكس ما بيعملوا مرضى الغسيل حاليا يعني حسب ما شفت لما عملنا السمنار تبعنا بيعرفوا المعلومات العكس أنه أنا لازم أخفف من البروتينات واللحمة لازم أخفف من الأكل عشان الكثير هذا غلط هذا المرض هو أكيد كلنا بنعرف بتعب الجسم كتير وبياخد من الجسم كتير عمليات الأيض والعمليات الحيوية بجسمنا بتزيدي بشكل كبير عشان تعود مضاعفات المرض الأعدة بتصير فهذه المرحلة لازم تكون كمية الطاقة والسعرات الحرارية بشكل عام من جميع المجموعات الغذائية محسوبة وكافية لحتى ما يخسر وزن لأنه هم عرضة يعني بشكل كبير لأنهم يخسروا وزن البروتين مش ممنوع بهاي المرحلة بالعكس ممكن يكون حرية في أكله أكتر من مرحلة ما قبل الغسيل لأنه هو عم يغسل تقريبا يوم بعد يوم فالفضلات بتطلع في جهاز الغسيل وبتنقي الدم منها فلازم يأكل بروتين منيح وسعرات حرارية بشكل عام منيحة عشان ما يتعب جسمه بزيادة ويفضل البروتين نصف استهلاكه من البروتين يكون من المصادر عالية الجودة بالبروتين اللي هي مجموعة اللحوم ويختار طبعا يكون الدهن قليل فيها والبيض بياض البيض فيه بروتين صافي طبعا يعني هاي بمقارنة مع كمان صلة غذائية متكاملة يعني هون كمان نجح نحكي عن الصوديوم والسوائل والبوتاسيوم كمان أها البوتاسيوم حسب كل مريض يعني إذا كان عنده البوتاسيوم عالي لازم يخفف البوتاسيوم من أكله الصوديوم والماء لازم تضبط كميتهم عشان بين جلسة الغسيل الأولى والثانية ما يصير عنده زيادة بالوزن ويتفق جسمه بريأسلك يعني كمان بما أنه أنت كمان عملت هذا البحث وكان في عندك زيارات لمرضى هل تشعري أنه في كمان عندنا القسم الأقسام الخاصة بمستشفيات تنتبه لهذه الأمور تراعي الاختلاف بين الشخص والآخر أو هو فعلا لازم يعتمد على معلومات العائلة نفسها على معلومات المريض بشكل أساسي أنه ما عندنا هذا التوجيه الكبير من قبل المستشفيات ما قادر أعمى مع كل المستشفيات أنا كانت دراستنا عشان وقت ضيق على مستشفى واحد وأصلا أقسام غسيل الكلا بتكون بس بالمستشفيات الحكومية نوعا ما في مستشفى رمال الله خلينا أقول لك بداية أن الفريق الطبي بقسم الكلا تحديدا هو عن جد فريق طبي رائع ناس إنسانيين جدا من أهم النتائج اللي كانت بالسيمنار أنه في عند المرضى معلومات خاطئة عن الأكل حتى مش خاطئة عكس الصح يعني مثلا مثال عن مريض كان يأكل من البيضة الصفار ويترك البيض هو لازم العكس يخفف منه الدهون يأكل البروتين لأنه بحاجة جسمه لبروتين فمن النتائج المهمة كانت المعلومات الخاطئة الموجودة عندهم بس ما هو يعني هو موجود داخل المستشفى كمان مفروض يكون فيه متابعة من المستشفى إذا هو بأكل يعني المفروض إنه مش بس عم بيقلل هو زي ما قلت عم بأكل العكس تماما فيمكن يعني هذا جدا مهم يعني ممكن تكيد عن توصيات المكاتر أكيد بيعملوا دورهم والممرضات طبعا بس يفضل إنه يكون فيه متابعة من أخصائية تغذية يعني موجودة دائما لأنه مهم بحاجة لمتابعة مريض الكلا كمان نفسيته بتتعب بحاجة لحد يعني لأخصائي التغذية جنبه تشوف إيش بيحب من الأكل إيش ما بيحب عشان يعني تحببوا بالأكل أكتر لأنهما كمان حسة الضوء ممكن تتغير عندهم ويأثر على أكلهم أثرشال كين في التوصيات ونتائج الأبرز اللي كمان يعني كانت عندكم من خلال بحثكم الدكاتره منح والممرض القسم كله منيح بس لابد من متابعة من ناحية التغذية للمرضى لأنه الوضع كان مش كتير يعني منيح ويمكن هذا بيخلينا ندلل على قديش أهمية يعني يمكن إحنا كمان تعودنا إنه منعرف غذائنا لحالنا منعرف غذائنا من حتى كيف أهلنا بيحكولنا بس ولكن فيه علم اللي فعلا بيساعد وهذا النظام الغذائي اللي بمرافق مع المرض نفسه أكيد بيساعد ويقولون نتائج إيجابية إذا الواحد كان واعي فمن هون بنبرز كمان دول أخصائي التغذية في هاي الأمراض هلأ شوفي أصلا أسباب الفشل الكلوي أهم سببين رئيسيا هما السكري وعن طريق الأدوية طبعا بمتابعة الدكتور وأخصائي التغذية المريض ما رح يوصل لمرحلة الفشل الكلوي فإحنا هيك أكيد يعني منساعده إنه ما يوصل لمرحلة هو بغنى عنها بدي أشكرك أثر على كل هاي المعلومات الرائعة وبتمنى لك فعلا للتوفيق وقدش إحنا فخرين إنه عنا كمان هاي التقاط والكوادر اللي بتعطينا معلومات رائعة دائما بتمنى تكوني أكيد معنا في حلقات قادمة ونهارك سعيد يا رب شكرا إذن كانت هذه كمان آخر ونهاية أيضا وختام حلقتنا لهذا اليوم بدي أشكر كل الضيوف اللي يشاركونا واللي أثمروا كمان هاي اللقاءات بتمنى لكم أكيد لكل المشاهدين نهار سعيد وبجدد دقائنا في الغد بنفس موعدنا الساعة التاسعة إلى اللقاء مني ومنطقم العمل يا زريف الطول وكفتها كلك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك خايف يا زريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وترساني أنا يا زريف الطول يا سمك ضحوك ياللي جابي في دلالة مغربوك يا زريف الطول يوم نغربوك شعر راسي شاب والظهر الحنى يا زريف الطول وين مهاجر وين نتمنى لما الله ترجع عنا هن بل كانا ورثا